حياكم الله الكعب العالي فاشنز جيلتي بليجر اكتر اكسسوار انتوي بيعطي الانتة احساسا بالاناقة والقطارة والجمال والجاذبية واتقى بالنفس واكتر عنصر في الموضة بتنجأ اليه البنات والسيدات في المناسبات المهمة لازهار جمالها وشركتها وادفاء الرونق على مظهرها العام ولكن على من يريد الجمال ان يدفع ضريبته ليه؟ لان لبس الكعب العالي معاناة لانه مؤلم وبشدة وبيوصل في بعض الاحصائيات ان تلك الاناس بيعانوا وبسببه من ضرر طويل المدى ضرر بيتراوح من سوق وضعية الجسم في الحركة لالام اسفل الظهر المزمنة والام المفاصل كلها وصولا الى تشوهات القدم خصوصا الاسبع الكبير هنتكلم النهاردة عن ضحية الموضة والاناقة هنتكلم عن الكعب العادي انا دكتور محمد عبدالله زرد اخصائي جراحة العظام والمواصل العمول الفقري وديه قناة دكتور زرد قرص اهلا وسهلا بكم علشان نعرف ازاي بتحصل مشكلة مع لبس الكعب العالي لازم نفهم الاول وببساطة ايه هي المراحل اللي بتمر بيها القدم اثناء الماشي وازاي بيتوزع الضغط على كل جزء منها وبعد كده بنقارنها لما يكون فيه كعب عالي اولا واحنا واقفين فالوضع الطبيعي العادي واحنا حفاء او حتى لابسين حاجة علىها ارضي بيكون الكعب والاصابع مليحين على الارض وفي الحالة دي بيكون حمل الجسم مدعوم بقوس القدم ويتم توزيعه بالتساوي بين الجزئين الامامي والكلفي للقدم ولكن عند الوقوف على الكعب العالي بيتحول مركز التقلل قدام وفي الحالة دي بيحاول الجسم انه يعمل سلسلة من التعديلات الحركية علشان يحقق التوازن بتاعه ويحافظ على نفسه من الوقوع وده طبعا بيتطلب مجهود جبار من كل العضلات من اول الظهر لحد الكعب علشان يحقق المعادلة دي والليه وبالتأكيد هيتسبب في اجهاد العضلات دي وبالتالي الامها على المدى المتوسط ثانيا مع بداية المشي المشي بيتكون من جزئين الجزء الاول هو الوقوف وده لما تكون وضعية القدم او كف الرجل على الارض والجزء الثاني من المشي هو وضع التأرجح وده لما تكون القدم في الهواء وهنتكلم هنا عن الجزء الاولاني وهو وضعية الوقوف لانه هو اللي بيمثل الجزء الضاغط في الموضوع واللي بيمر بتلت مراحل اول مرحلة هي مرحلة التلامس لما الكعب بيدرب الارض والمرحلة الثانية هي مرحلة الوقوف وده لما تكون القدم مسطحة على الارض والمرحلة الثالثة هي مرحلة الدفع واللي بتحصل عند دفع القدم للأمام علشان تسيب الأرض وبعد كده ندخل للجزء الثاني من المشي وهو وضعية التأرجح اللي بيكون فيها أو بتكون فيها القدم في الهواء زي ما قلنا قبل كده طيب ايه اللي بيحصل عند ارتداء الكعب العالي في المشي اللي بيحصل ان القدم لن تملك القدرة على التحرك في المواضع المختلفة المطلوبة علشان تكون قادرة على العمل كمنصة سابتة لامتصاص الصدمات في مرحلة التلامس واللي بيخبط فيها الكعب بالأرض وبالتالي ده ممكن يبعت صدمة أو أكتر للجسم ممكن تمر بكل العضلات الخلفية وتوصل للعمود الفقري بكل أجزائه وكمان في مرحلة الخطوة أو الوقوف المفروض ان القدم تعمل كمنصة سابتة عبر سطح الأرض بيتوزع الحمل فيها على طول سطح القدم نفسها أو كلها انما مع الكعب العالي بيكون فيه هنا مشكلتين المشكلة الأولانية ان منطقة التلامس مع سطح الأرض بتكون أصغر بكتير زي ما حضراتكم شايفين وده بيركز الضغط على منطقة الكعب ومقدمة القدم فقط وعلشان تتخيلوا درجة المشكلة دي كفاية أقول لكم ان الضغط على القدم اللي بيسببه الكعب العالي ده بيكون أكتر من الضغط على قدم الفيل اللي شايل أضعاف أضعاف الحمل اللي شايلها القدم البشرية وده ليه؟ بسبب ان الحمل على قدم الفيل بتكون متوزعة بالتساوي على كل أجزائه المشكلة التانية في الوضع ده هو عدم ثبات مفصل الكحل نفسه واللي بيزود الحمل على الأربطة بتاعته وممكن يسبب مشاكل اللي التواء زي ما نوضح بعد كده إن شاء الله وأخيرا في مرحلة الدفع اللي هي مرحلة تالتة من جزئية الوقوف بنلاقي إن شكل الحزاء ووجود الكعب العالي بيأثر على الدفع من ناحية القوة والثبات وبالتالي بيحد من الحركة بشكل واضح وبشكل ورؤية أشمل بتكون دورة المشي مع لبس الكعب العالي أقصر وده هيترتب عليه إن هيكون فيه حاجة لمزيد من الخطوات المنتظمة علشان تمنع سقوط الشخص بسبب عدم استقرار الخطوة وده معناه إن القدم هتصطدم بالأرض بشكل أكتر من الطبيعي غير إن لبس الكعب العالي بيغير من الوضع الطبيعي للقدم نفسها بشكل ضرامي جدا وده لإنه بيرفع الكعب على المستوى الأصابع واللي معناه إنك بتكوني وقفة بشكل دايم والقدم بتاعتك بنحضار للأسفل دائما ده غير إن معظم الأنواع دي من الأحزية بتكون منطقة الصوابع فيها ديئة وشكلها مدبب من قدام وده ممكن يسحق الجزء الأمامي من القدم حرفيا ويسبب له مشاكل كتير واللي هنتكلم عليها بعد كده وكمان منطقة الكعب نفسها بتكون في العادة ضيئة وغير مريحة واللي هيؤدي في النهاية إلى حدوث شد دائم لأغشية القدم والأربطة الممتدة من الكعب للجزء الأمامي من القدم وهيعمل عليها ضغط جامد وهيتثبب في النهاية لمشاكل قد تكون مزمنة ومستمرة وعلشان الجسم في الأساس بيميل لقدام ده بطبيعته لبس الكعب العالي زي ما قلنا قبل كده بيزود من حدة الوضع ده فبنلاقي إن معظم الحمل بيكون على مقدمة القدم خصوصا رؤوس العظام المشطية اللي مكانها ورا الصوابع على طول ده غير إن وطر أكيلس اللي هو الحتة المشدودة فآخر عضلة السمانة بتاع الساق أو بيسموها عضلة البطة في لغة أهل الشام الوطر ده بينقبض مع بداية المشي فبالتالي العضلة والوطر دول مع لفس الكعب العالي بيكونوا مش مشدودين كفاية وده هيؤدي لصعوبة في بداية كل خطوة وفي نقطة في الجزئية دي واللي نوهنا عليها من شوية هي نقطة عدم ثبات مفصل الكاحل مع لفس الكعب العالي واللي ده بيبدوره بيزود من فرص حدوث اللي التواء للمفصل بتاع الكاحل واللي ممكن يسبب كسور في عظام الكاحل أو على الأقل هيعمل تمزغ في الأربطة بتاعته وفي الفيديو اللي قدام حضراتكم دوت واللي بيلخص الجزء ده من الحلقة لما تبص على الجسم من الجنب وهو واقف هتلاحظ ان مع لفس الكعب العالي الصورة اللي على يمين ان الجسم بيحاول يتكيف مع الوضع الجديد علشان ما يوقعش وشوف الفرق بينه وبين الوضع الطبيعي في الصورة اللي على الشمال اللي فيه الست وقفة حافية وشوف الأسهم اللي بتوضح التأثير على العمود الفقري خصوصا في منطقتين الفقرات الصدرية والقطنية علشان تحافظ على الاتزان وكمان شوف ازاي ان ارتكاس حمل الجسم بقى على الجزء الأمامي من القدم بدل ما يتوزع على كامل القدم زي الوضع الطبيعي التأثير العام لارتداء الكعب العالي هو التعب العام كل جسمك هيوجعك وده وزاي ما وضحنا قبل كده لأن الجسم هيحاول يعمل تعديلات تعوضية لاستعادة استقراره أثناء الوقوف والحركة كمان وكمان عشان ما يقعش فاحنا تقريبا هنتكلم عن مشاكل في كل حتة في الجسم وهناخده بالترتيب من مشاكل القدم والكاحل صعودا حتى مشاكل العمود الفقر أولا مشاكل القدم واللي بتحصل بسبب الضغط الكبير اللي على منطقة مقدمة القدم واللي بيعمل ألم وحرقان وعدم راحة في المنطقة دي واللي ممكن تبنع الشخص من ممارسة أنشطته اليومية وده لأنه بيخلي المشي مؤلم بالفعل وكثيرات جدا ممن يلبست الكعب العالي بيحسوا بالمشكلة دي ده غير أن الضغط الزائد على المنطقة دي ممكن يتسبب في حدوث سخنية في الجلد وكله في الحتة دي من القدم زي ما هو واضح قدام حرككم في الفيديو وده لأن الجسم بيحاول يحمل أنسجة اللي في المنطقة اللي عليها ضغط دي من الضغط اللي بيتعرض له فيحصل التهاب وبالتالي بيحصل الكل غير تثبيت القدمين في وضع هبوطي وعدم وجود دعم لمعظم أجزاء القدم وزياد عدد الخطوات زي ما قلنا قبل كده عشان تغطي نفس المسافة اللي هتمشيها كل ده بيساهم في الشعور بالتعب وزيادة آلام القدمين والساقين وغيرها ثانيا منطقة الكعب واللي بيكون الآلم فيها مستمر ولا يتوقف ليه؟ بسبب التأثير المتزايد لضربة الكعب على الأرض في مرحلة التلامس لأنه وزي ما قلنا قبل كده بتقل قدرته على انتصاص الصدمات بشكل فعال ده غير أنه بيزود الضغط على وطر أكيليس أو وطر العرقوب وأغشية باطن القدم تالت حاجة مشاكل الكاحن اللي هو مفصل خرخال الرجل والمشاكل دي بتتمثل في سهولة وزيادة احتمالية التواء المفصل وده بسبب زي ما قلنا عدم السبات اللي بيعانوا من المفصل عند لبس الكعب العالي واللي هيؤدي في النهاية إلى حدوث كسور سواء بالقدم أو الكاحن أو حتى أي مكان تاني في الجسم بسبب السقوط نفسه أو على الأقل ممكن يحصل تمزق في الأربطة بتاعة الكاحن واللي لو حصلت ومع إهماله ممكن البنا قدم يعيش بألم مزمن في المفصل ده طول عمره وفي دراسة أكدت إن استمرار لبس الأحذية اللي بيزيد ارتفاع الكعب فيها عن 5 سنط لمدة 5 أيام في الأسبوع أيا كان السبب سبب اللبس يعني ده بيؤدي لتقلص أنسجة عضلات الساق بمعدل 13% وبالتالي ده هيزود تصلب رباط الكاحن بنسبة توصل لـ 22% ودي حاجة لما بتحصل وبتزيد زعل جدا باقي العمر رابع حاجة مشاكل الركبة باختصار وبدون تعقيل الركبة بيحصل لها مشكلتين المشكلة أولانية هي اختلال التوازن اللي ربنا سبحانه وتعالى عامله واللي فيه بيكون الضغط الواقع على المفصل متوزع ما بين النصف الداخلي والنصف الخارجي ليه المشكلة الثانية هي إرهاق العضلات بتاعة الطرف السوفي في محاولة منها علشان تحافظ على الجسم من الوقوع العضلات دي معظمها بيعدي على مفصل الركبة واللي بتشارك بشكل معين في سبات مفصل الركبة نفسه فالسببين دول مع بعض بيسببوا مشاكل لمفصل الركبة ده غير حدوث كتير من المضاعفات زي الخشونة ودي ملهاش علاج شافي حتى الآن وكمان ممكن تسبب تآكل أو قطع للغضريف اللي فيه للركبة اللي هم الغضروف الهلالي والدائري وده بيوصل أحيانا لسكة العاملات الجراحية علشان تحل المشكلة دي خامس حاجة مشاكل العمود الفقري والحوط الكعب العالي بيعمل مشاكل من الرقبة فوق لحد الحوط تحت ومش أصدقي إن كعب ارتفاعه 1 إنش بس 9.5 ممكن يزود ميل جسمي لكل الأدام 10 درجات وعلشان الجسم يحقق التوازن بتاعه وما تقعيش كل عضلات الجسم من أول قدم من تحت لحد الرقبة فوق مرورا بعضلات الوسط بتعمل مجهود جبار علشان تعدل من الوضعية الجديدة دي واللي هيؤدي بدوره لزيادة إنحناءات العمود الفقري عن معدلها الطبيعي الإنحناءات اللي اتكلمنا عليها قبل كده وعلى أهميتها في حلقة لوحدها تقدروا ترجعوا لها بعد ما تخلصوا الحلقة دي من علامة التعجب اللي على اليمين فوق الإنحناءات دي من وظيفها الرئيسية امتصاص الصدمات أثناء المشي والركض وتقليل إجهاد الفقرات مع لبس الكعب العالي وحدوث التغيرات السلبية دي في المنحنيات دي هتزيد الضغوط والصدمات اللي بيتعرض لها العمود الفقري واللي هتتسبب في النهاية في حدوث آلام أسفل الظهر مع ظهور مشاكل العمود الفقري كالإعواجاج والانزلقات الغدروفية وضيق القناة العصبية واللي بتؤدي في النهاية لظهور المشاكل العصبية المختلفة واللي بيعد عرق النسا أو التهاب عصب الورك من أشهره ويمكن المشاكل اللي اتكلمنا عليها في الظهر والوسط دي هي اللي بتلغي الاعتقاد السائد عند الكثيرين ان لبس الكعب العالي بيزبط من قوام المرأة فبنلاقي هنا انه على العكس تماما ده هو بيبوز قوام المرأة خالص سادسا التأثير بتاع الكعب العالي على المشي وبرضه باختصار شكل المشي بعد فترة من لبس الكعب العالي بيتأثر وده بسبب إجهاد العضلات اللي اتكلمنا عليه بشكل متكرر طول الحلقة بس أهم سبب هو أسر أو تقلص كل من وطر أكيليس وعضلة السمانة الوطر ده في الأساس انقباضه بيبدأ المشي وبالتالي أسره ومع الضغط اللي نازل عليه بيعمل فيه التهاب الالتهاب ده ممكن يعمل برضو ورم زي اللي قدامكم في الصورة ده غير أن الدورة الدموية في الصاق هي كمان بتتأثر لأنها بتكون معتمدة في الأساس على انقباض عضلات الصاق واللي بيعمل ليها كمضخ الضغط علشان الدم يرجع تاني للقلب عكس اتجاه الجاذبية فهنا مش هيكون في انقباض طبيعي لعضلات السمانة فتظهر مشاكل تانية كتير أخيرا الأضرار والمشاكل الناتجة عن لبس الكعب العالي لفترات طويلة ودي خصوصا في الناس اللي بيعتبر الكعب العالي أسلوب حياة بالنسبة لهم وبيلبسوا الكعب العالي بشكل شبه يومي خصوصا في أعمالهم وأشغالهم ومن المشاكل دي حاجات زي الظفر الغائر أو الظفر الغائر وده من أكتر المشاكل اللي بتشوفها في العيادات بتاعتنا بسبب لبس الكعب العالي وخصوصا في إصباع رجل الكبير حاجات تانية تلف الأعصى حاجات تالتة مشكلة زي انحراف الأصابع خصوصا للإصباع الكبير مع حدوث ورم برأس العزمة المشطية اللي بتكون موجودة وراء الصباح على طول زي ما هو وضع قدام حضراتكم في الصورة واللي بيحصل المشكلة دي بتحصل بسبب دي الجزء الأمامي للنوع ده من الأحذية واللي في النهاية ومع أسر الأوطار اللي تكلمنا عليها قبل كده في الحلقة ممكن تعمل حاجة اسمها أصابع القدم المطرقية واللي ممكن تكون ضرر دائم ومؤلم الوقاية من مشاكل الكعب العالي لو مش قادرة تستغني عن لبس الكعب العالي لأي سبب إن كان ياريت تتبعي التوجيهات التالية أول حاجة تخلي الكعب العالي بشكل عام اكسسوار يعني يتلبس في المنزلات بس والفترة قصيرة وحاول ما تخليهوش اسلوب حياليكي تلبسيه في الشغل وطول اليوم إلا لو مضطرة والسبب قهري ولو كان ولا بد ولازم تلبسيه في الشغل مثلا حاول تخلعي الكعب العالي ده كل ما تجيلك فرصة يعني مثلا وانت قاعدة في المكتب أو في وقت الراحة حاول تقلعي في الأوايات دي حاجة بعد كده بلاش الكعب اللي عامل زي المصمار ده حاول تخليه عريض قدر المستطاع وده علشان ترحمي مفصل الكاحل من الضغط الزائد على مكوناته علشان يحافظ على الابتزانه وتقعيش وحاولي برضه تقللي من ارتفاع الكعب على قد ما تقدري وافتكلي دايما الكعب الاثر هو الكعب الافضل وكمان حاولي جيبي الحزاء ابو كعب عالي ده بوش عريض شوية اللي هو الجوزء الامامي بلاش الوش الديق المدبب قاوي ده قدر المستطاع البسي فارش سيركون حاجة تكون رفيعة تحت كعب رجلك وكمان تحت مقدمة القدم ولو رجلك من النوع المفلطح اللي هو الفلات فوت يعني فيه برضه فارش سيركون بشكل معين كده بيكون موجود علشان يسند مكان القرش بتاع القدم والاحسن من كل ده وزي ما محترفات لبس الكعب العالي بيعمله هو عمل قالب مطاطي او سيليكون بياخد الشكل بتاع رجلك انت شخصيا وده بيتعمل في مراكز وورش احزية كتير كمان كل ما تروحي البيت اعملي مساج للقدم لما تقلعي الكعب العالي حركيها مرة على كورة تنس وتعملي عليها كمدات ساعة وهكذا ده لما تجي تقلعيه وقبل ما تلبسي الكعب العالي في اليوم اللي بعده ممكن تدهيني كلمات مرتبة على اماكن الضغط الشديد زي الكعب وخلف اصابع القدم لهنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة اتمنى من الله عز وجل ان اكون وفقت في تسهيل وتبسيط الموضوع ويكون واحد تاخد بالها من رجلها لو عجبتك الحلقة وحسيت انت استفدت منها ريت تشترك في القناة وادفع جراز التنبيهات هكون مقدر ده جدا في امان الله